في مستهل استعراض تقريرها السنوي خلال انعقاد أعمال مجلس حقوق الإنسان تترغت المفوضة السامية بالإنابة إلى أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الحوار التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة سعادة السفير عبد المحسن بني خفيلة كلمة باسم دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي أكد فيها التزام دول المجلس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية دول المجلس وانطلاقا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه وتجسيدا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها والتزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسعيا منها إلى تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية فإنها تولي حقوق الإنسان أهمية عليا كما تعمل بشكل حثيث إلى الارتقاء بحقوق الإنسان إلى مكانة سامية تليق بها وتشجع على مد العلاقات والشراكات الوثيقة مع الشركاء الدوليين ومنهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تزعى الدول العربية خلال الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز الدعم الفني في اليمن وذلك عبر مشروع قرار تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية من أجل بناء القدرات وتقديم المساعدات التقنية للشعب اليمني من خلال رئاستها لدول مجلس التعاون الخليجي تزعى المملكة العربية السعودية من أجل جاد حلول توافقية وسلمية لقضايا المنطقة طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف ترجمة نانسي قنقر